اهلا فيكم حبايبي برج الدلو في قناتي رح تجوب شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة طاقتك او بتنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خد من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بينطبق عليك وترك الباقي راح نبلش بطاقتك انت بعدها راح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن راح يصير بينكم في المستقبل بدنا نسحب فقط كرور توضيحية بعدها راح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم تشوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تداوي في اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب في اشي مسبب لك نوع من الحزن ولي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها عم تحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية في عنده هدف مادي عم يطمح لاله لسه ما وصل لاله بالتحديد لسه عم ينظر لاله من بعيد ولكن بده عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبوا انت وهو بتحب انه تنجحوا من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادع الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه بيكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بده يساوي او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكيمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه هالكيمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك بين هالشخص ايضا فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتيره يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه اه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول اه كتير ايضا فيه دا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض متل السولمات ولكن فيه اه فيه بينكم بعد المسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يبعد الشخص الاخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطاع لانه عندك فانتو تنظروا على بعض متل الامنية بدكم ياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة بعيدة المدى ايضا فيه بينكم اه فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندك هون ايس اف وانس بعدين كينج اف سولد يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وتنتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع اه ينقلب الوضع بسرعة ايضا 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 العلاقة بينكم عمشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور ما في كتير امبثي او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي هدفك في الحياة او اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا رح تركز على مدياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بدو اه ارتباط مع هالشخص او بدو اه زواج مع هالشخص لانه عندك تهيرفينت تهيرفينت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف انه هو هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوفك المستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محضوط او رح تنحط بطريقك بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية او بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم ياخد من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يؤثر على علاقتك مع هالشخص واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يؤثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل نشوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينيكس رايزنج يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدى فيها او مطرح جديد رح يبدى فيه ايضا بدي احكي على البراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانه هالكرت بتوع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغلبية ممكن برج السرطان او شخص في عنده مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله في عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او في عنده ديترمنيشن كتير عالي للوضع المادي عم يطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت عم شوف ايضا انه هو بيشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثل هيك عم شوف انه هو في شخص كتير مصمم اذا انتو منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب بيصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني هم شوفه شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته ساي مش عم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبول اوبن ميندد عقليته من فتحه بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكارت ايجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحيب تتابع القراعه هدي ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح ايجا فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفتز وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل لانه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لانه انتو هو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انتو هو عم شوفكم عم تطمحوا الى تكوين اسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسرة هو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه راح حبيبك او شخص اللي عم تتعامل معه كتير عنيد من اللي مبين بالقراءة مبين انه هالشخص كتير عنيد او فيه بينكم وبين بعض كتير عند وعم تحاول انه يعني كل واحد يفرض سلطه بالوضع او ممكن انت تحس انه هو عم يحاول دائما انه يفرض سلطه اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية او بيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرك فيه ما فيه خط ثابت لحد الان يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض وعم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سولمات ورفقاء درب ايضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم أريد تصارح بانه بدوا يكون اسرة مع هالجخص عم شوف انه انتو الاثنين عم تخبوا اشي مادي ممكن عم توفروا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات من اجل انه تنفقوها على اشي معين اوكي حبايب برج الدلو بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة